اشتركوا في القناة فوزا عظيما اليك يا طاهرة الجوهري يوم وفات أم البنين عليه السلام اليك يا طاهرة الجوهري اليك يا طاهرة الجوهري قد جاءت الأخبار عن جعفري فدا حسينا بدم المنحري مهم أن نذكر بقية أولادها ليس فقط قمر العشيرة عليه السلام ويكونون تكون أسماهم في ذاكرة الشيعة مهم السلام الله عليه وسلم إليك يا طاهرة الجوهري قد جاءت الأخبار عن جعفري فدا حسينا بدم المنحري وكانك الكرار في المعمع وكانك الكرار في المعمع عشبالك كانوا نجوم الذراء نجوم الذراء واليوم باتوا فوق حر الثراء عشبالك كانوا نجوم الذراء واليوم باتوا فوق حر الثراء سمعت في عثمان ماذا جرى سمعت في عثمان ماذا جرى وكيف لاقى في الضباء مصرعا بعد نوحي فأنتي ربة المأتمين نوحي فأنتي ربة المأتمين العزائلت انت أم العزاء نوحي فأنتي ربة المأتمين أبناؤك تخضبوا بالدمين ونحر عبد الله لم يسلمي لو كنت في يوم الطفوف معاه ونحر عبد الله لم يسلمي لو كنت في يوم الطفوف معاه لهفي على أبنائك من علي لهفي على أبنائك من علي قضوا من الآخر للأول لهفي على أبنائك من علي قضوا من الآخر للأول وعن أب الفضل فلا تسألي فإنه ملقا على المشرع فإنه ملقا على المشرع فإنه ملقا على المشرع والله لهفي على أبنائك من علي قضوا من الآخر للأول وعن أب الفضل فلا تسألي فإنه ملقا على المشرع عزينا بحيرة وحيرة تشد حيرة تنخب غيرتك يا صاحب الغيرة تنادي أنا إختك قوم يا عباس وذا ما تقوم تشمت يا خوي الناس شقول على العمود وصوبك على الراس وجف عانك على أختك بعد مديرة أمل زيانة بيخوها وأملها الأيتام كل بيك يا نشمي يا بدر التام شمعان التناطر طلعتك جيتك ما تنام إليه القمر المال هغيرة بس بشوفتك تتنومس النسوان يا عب الفضل بس بشوفتك تتنومس النسوان أو ترتاح اليتام أو ترتوي الرضعان شمعطشان شبدوياك شمعطشان واخوك حسيا يصعب علي تصويره لما رحت يعني يشوفيتام بس تتنطرك يا حيد قطرة ماي من نيدك يا خوية تريد وانت تأخرت والنهر موش بعيد شلون حجي هذا؟ شكاتب هذا الشعب وانت تأخرت والنهر موش بعيد وقام يلوج أخوك وحير تشبير وقام يلوج أخوك وحير تشبير وقام يلوج أخوك وحير تشبير والله حير تشبير يخو يمنيني جتني هالرزية يخو يزا وقعني أتي علي يخو يزا عدوي شمت بيه أبو فاضل الأخ له راح يكسر ضغر خي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البارحة إذا يتذكر الأحبة خلوني أذكركم بما مرت البارحة حتى أكمل الليلة البارحة إذا يتذكر الأحبة قلنا نريد نظيف دور من الأدوار اللي قامت بها السيدة النساء السيدة الزهراء عليه السلام وهو الدور المعرف الثقافي وقلت بأن دورها هذا سلام الله عليها يتبين من خلال طريقين طريق مباشر تعليم وتثقيف مباشر وجبت بعض مصاديقة بالأرقام وطريق غير مباشر من خلال تجسيد القدول حسنة على أرض الواقع واللي هي تعلم الناس وتعرف الناس بالقيم الدقيقة المقبولة الصحيحة جيد وهذا الطريق الغير مباشر أخذني للسيدة أم البنين السلام الله عليها صاحبة هذه الليالي باعتبار إحنا في مناسبتها فهم ذكرنا فاطمة سيدة النساء وهم ذكرنا السيدة فاطمة الكلابية سلام الله عليها أيضا وقلنا أم البنين عليها السلام أيضا علمت الناس وعرفت الناس وثقفت الناس بأمور كثيرة من خلال ما قدمته وما فعلته السيدة أم البنين سلام الله عليها أنا بس اللي أرجو مني الأحبة يلتفتولي يعني عينهم تبقوا وياي ما لهم الشغل وليد خلالي يطلع حتى أبقوا وياي الله يزوكم بخير زين وهذا أخذنا أم البنين عليه السلام شنو قدمت أم البنين شنو سوت أم البنين شنو أعطت أنفقت في سبيل الله تعالى أنفقت كل ما تملك أعز ما عندها وقلنا أعز ما عند الأم الولد وهذا أخذنا إلى ثقافة الأمومة في القرآن الكريم وبيناها من خلال ما أدري أربع محطات خمس محطات وانتهينا من ذلك ليلة البارحة أما الإضافة اللي أريد أبينها هذه الليلة بخدمة الأحبة بس كوني التفتولي عندي كلام مهم وأتمنى الساعة ساعدني والوقت ساعدني إن شاء الله تعالى أما اللي أريد أكمل هذه الليلة حتى البحث يكون كامل وإن كان هو يحتاج بعد إلى فقرة أخرى هم يكونوا نظيفها ووقت ما عندي إلها الليلة يعجبني أبين ثقافة الأبوة في القرآن الكريم البارحة بينا ثقافة الأمومة فلا بأس أن نكمل الصورة بثقافة الأبوة في القرآن الكريم وليكمل الصورة أكثر لو كان أكو ليالي أخرى ثقافة البنوة في القرآن الكريم فيصير ثقافة الأمومة وثقافة الأبوة والبنوة في القرآن الكريم تكتمل الصورة في هالشكل هذا هسا البنوة نتركها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى أما الأبوة مثل ما تكلمنا عن الأمومة في القرآن بعض محطات الأبوة في القرآن الكريم نتوكل على الله نبدي الأبوة في القرآن الكريم على نوعين وكل واحد من آبائنا الكرام أو من شبابنا اللي هم صايرين آباء يعني من كبار السينيو شبابنا اللي هم عندهم أبناء وبعدهم في أول العمر وهم آباء هذا الكلام يهمهم كثيرا الأبوة في القرآن الكريم على نوعين حتى كل أب يشوف روحة يا نوع من هذين النوعين كما ذكر القرآن الكريم النوع الأول الأبوة الصالحة والنوع الثاني الأبوة الطالحة أو الظالة أو المنحرفة القرآن أشار إلى الأبوة الصالحة والقرآن أشار إلى الأبوة الطالحة والإنسان وما اختار بعد وشن يختار النفس شن يرضى لنفسه أن يكون بعد هذا الأمر يرجع لكل إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كما يعبر القرآن الكريم الإنسان على نفسه بصيرة أما الأبوة الصالحة إذا تلتفتوا لي الله يزوكم خير أما الأبوة الصالحة فمثلاً بيّنها قوله تعالى يا أبتي إني رأيت يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً هنا من القائل يوسف لمن ليعقوب يعني ووالد وما ولد الوالد صالح والولد صالح ووالد وما ولد يوسف يتكلم مع أبيه ووالدها نبي وصالح ووالدها منصحها ووالدها منصحها قال له هاي رؤياك حاول أن تخفيها لأنها يسبب لك مشاكل يسبب لك مشاكل مع إخوتك فأنت حاول أن تخفي هذه الرؤيا وصار اللي صار على يوسف المقصود القرآن ذكر ولد ووالد الوالد صالح والولد شنو صالح هاي أبوة صالحة أبوة يعقوب النبي عليه السلام كل أب من آبائنا هم يريد يكون صالح ذون القدوة لكم في رسول الله أسوة حسنة الأنبياء هم الأسوة والأنبياء هم القدوة التفتولي أرجوكم زي طبعا القرآن الكريم ذكر بس يعقوبوا يوسف كأبوة صالحة لا ما أدري الإخوة ببالهم فمثال ثاني أو ما ببالهم مثال ثاني أنا أحب نشارك أنا والإخوة يعني مو بس أنا أسول الإخوة هم إذا أكو شي ببالهم خلي يقولوننا يعني مثلا أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير مثلا من الأبوة الصالحة اللي كل شواضحة وظاهرة في القرآن الكريم أبوة لقمان أبوة منه لقمان لقمان أب كان يأدي دوره تجاه ابنه من خلال سنو من خلال الوعظ والإرشاد صحيحي ولا ما أدري القرآن الكريم شون يعبر عن هذه الأبوة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة طبعا ما أدري شنو أقول ما أدري شنو أترك والله العظيم ما أدري شنو أقول ما أدري شنو أترك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا القرآن الكريم يعبر عن الحكمة ليس شيء سهل في ثقافة القرآن الكريم نبينا من ميزاته أنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رب العالمين اتفضل على آل إبراهيم أنه شنو آتاهم أو آتاهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة النبي وآل أنطيناهم حكمة الحكمة فالشيء كبير في ثقافة القرآن الكريم رب العالمين يقول لقمان أعطينا حكمة هاي الحكمة العد لقمان خلتها شنو يسوي يعظ ابنه وينصح ابنه بشنو يعظ ابنه وينصح ابنه القرآن الكريم ذكر ذلك وكل اللي ذكر القرآن الكريم في وعظ لقمان لولده هو حكمة في ثقافة القرآن الكريم فأنتو إذا آباء وتعظون أبنائكم وتنصحوهم هاي موارد الوعظ والنصيحة اللي القرآن يعبر عنها حكمة وكون تنصحون بها أبنائكم ما أدر الكلام واضح يوم واضح اللي أحبوا ياه لو عافوني هوا هسا تقول لي شنو لقمان وعظ ابنه تقول لنا هاي الحكمة القرآن يعبر عنها حكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة بعدين يقول إذ قال وإذ قال لقمان لابنه هذا الحكيم قال للابن صاحب الحكمة فأول شيء هو تحمل مسؤوليته تجاه ابنه وعظ 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 إلى كان كل حكم يا رب شنو هاي الحكم يا بني لا تشرك بالله هاي أول الحكم يا بني شنو طبعا لا تشرك الشرك الكبير والشرك العملي الشرك العقدي والشرك العملي الشرك العقدي يعني لا تخلي لله شنو شريك تعتبره ند لله تعالى هالمعنى هاي هذا طبعا هذا الشرك يخرج الإنسانة عن الإسلام إنسان إذا أعتقد أكل الله شريك يشارك في ألوهيته وفي يعني ربوبيته وغير ذلك وبالنتيجة أطلع عن الإسلام وأكو شرك يخرج الإنسان عن الإيمان مو عن الإسلام عن الإيمان يعني يخلي الإنسان فاسق إذا استمر عليه وهو الشرك العملي الشرك العملي يعني شنو؟ ارتكاب الذنوب يعني مثل ما يطيع الله يطيع إبليس إبليس من يقول له سوهتش يسوهتش هذا أخوه ما يعتقد إبليس شريك لله بألوهيته لا بس هو هوى نفسه يعني طول الأمل اللي عنده الأنساه الآخرة وخلاه يتبع إبليس ويمشي وراء وبالنتيجة هم صار عنده شرك بس مو الشرك العقدي شرك عملي إذا استمرع ليومتا يكون فاسقا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ كما يعبر القرآن الكريم يكون فاسق حكمة لقمان لولده وهو أب صالح النوع الأول للآباء الصالحين قال له لا تشرك بالله لا على مستوى العقيدة ولا على مستوى العمل أحسنتم لا تخلي لله ند تعبدو يا الله ولا بنفس الوقت تعصي الله تعالى فعصيانه الله وهم شرك هم شرك هذا إترك ذاك إترك إلهك هيكون واحد معصيهم لا تحصيها ابني هاي النصيحة القرآن يعتبرها حكمة والدل على صلاح صاحبها فأنت بالنتيجة هم كنت تستخدمها مع ابنك بعد هو القرآن ليش يذكر لقمان وسمي سورة بإسم غير حتى نقتدي بيه وشنو أنا قارب الروايات الشريفة من باب الشيء بالشيء يذكر قوى أنفسكم وأهليكم نارا نارا يا رب العالمين شلون قوى أنفسكم وليكم يعني في الرواية يا ابن رسول الله شلون قوى أنفسكم وأهليكم نارا كما يقول الله تعالى شلو نسوي قوى أنفسكم وأهليكم شلو نسوي يا ابن رسول الله الإمام يقول لها تأمروهم بالمعروف وتنهوهم وتنهوهم عن المنكر إذا قبلوا قبلوا ما قبلوا التؤديته مع ليكم عماب الله تعالى اتشي الإمام يقول له أنت كنت نصح هالسبق هو ما قبل نصيحتك أنت أديت العليك يعني رب العزة يوم القيامة ما يعتبرك مقصر يقول لك التأديت واجب اكتجاهه بعد هو ما قبل هاي مشكلته هو ما يتحمل مسؤوليته أنت ما تحمل مسؤوليته أنت أمره وإنهاء بالتي يا أحسن اجي للطريق ما اجي التأديت واجب اكتجاهه خلاصة هذا الكلام أنه لابد أن ننصح يولاه إذا ما ننصح نكون مقصرين يوم القيامة أما إذا نصحنا نعدي شنو واجبنا تجاه أبنائنا هل سيستجيبون ما يستجيبون ذاك بحثنا آخر نحن نكون نعدي واجبنا والسلام أنا بس أسأل ما رد أضوج الإخوة الأحبة وياي لو عافوا من صدق يعني البحث مشوق لو يضوج زي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مزيلا بعد إلى أن يقول طبعا ووصينا الإنسان بوالديه كذا وإن جاهداك على أن تشرك بعد أن يقول له واتبع سبيل من أناب يا بني اتبع سبيل من أناب بالبداية أنا أدعوك إلى طاعة الله وعدم معصيته اثنيا اتبع سبيل اللي أناب إليه سؤال من الذي أناب إلى الله ولقمان يقول للإبنة اتبع سبيل طريقة جواب الأنبياء والأئمة الحجج الإلهيون اللي أناب إلى الله الحجج أنبياء أئمة أو صياء يقول له تريد النجاة امشي على طريقتهم على طريقهم أحسنتم جزاكم الله خيرا القرآن يعبر عن بعض الأنبياء أنه أواب أو منيب وهكذا اتبع سبيلهم اقتدي بهم ذول يوصلوك إلى الله طريقهم يوصل إلى الله ذول صراط مستقيم هاي هم النصيحة الثانية أو الثالثة من بعد التوصية بالوالدين جيد يا بني إن تكون مثقالة حبة من خردن فتكون كذا يأتي بها ماكو شي ضيع النصيحة الثالثة أو الرابعة ماكو شي ضيع على الله تعالى ماكو شي يخفى على الله تعالى فإن تكون الصير واضح لا تتصور تقدر تخفي شي عن الله الإنسان تقدر تضحك عليه لكن رب العالمين ما تقدر تمشي هاي سوال فكع لي فأنت من جهة كون ما تسوي شيء إلا يرضي الله لأن الله بصير يشوف كل شيء اثنين كون تكون مخلص بعملك تجاه رب العالمين حتى يقبل العمل منك هاي هنفد حكمة ثالثة أو نصيحة ثالثة أو رابعة يقدمها لقمان الإبنة أنا أقولها حتى أحبابنا هذا يكون أمامهم يعني و يطبقون هذا الكلام مع أبنائهم مزيلا يا بني أقم الصلاة أنا أسألكم بالله القرآن الكريم شنو قال عن نبينا وكان يأمر يأمر أهله بالصلاة أو وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها في ثقافة القرآن الكريم الأمر بالصلاة مدعون إليه زين الطريف هو الصلاة لما تجي في القرآن عادة شنو يجي بعدها الزكاة هنانا لقمان ما ذكر الزكاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يتساعد المفسرون عادة الصلاة من تجي في القرآن يجي بعدها شنو الزكاة هنا أنا شعجب لقمان لم يشر إلى الزكاة قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف الجواب لأن ابن لقمان كان شنو طفل فلما كان طفل أكو عليه موارد زكاة يوم ما أكو عليه ما مبتلا بهذه القضية حتى يقول له فيظهر من ذلك أن النصيحة تكون من قبل الأبل ولده بكل مرحلة عمرية لابن بما يتناسب مع مرحلته العمرية شوفوا لقمان لما نصح ابن ما ذكر الزكاة وهو في تلك المرحلة باعتبار هو مو يم هاي القضية القضية هذه ما مبتلا بيها فركز فقط على الأمور المهمة اللي تنفع ابنه بعمره هذا فالنصيحة دائما خلي تكون تناسب حجمه عمره وضعه لا تتعمقوا يا بأمور وما يفهمها أصلا ولا إلى خضقها أصلا جزيلا وانهى عن المنكر بعد واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صلاة زكاة صبر بعد ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ما رحى يعني لا تصير متكبر صير شنو متواضع جيد واقصد فيه مشيك واغضض من صوتك إنه أنكر الأصوات هاي كلها حكم بيّنها لقمان لشنو ها لولده طبعا من هاي الحكم أنا أردستفيد في الشيء الساعة تركض المشكلة وإحنا بعدنا بأول بحث الأبوة في القرآن من هاي الحكم أردستفيد في الشيء صلوا على محمد وآل محمد أردستفيد في الشيء الشيء أنا أركز على شيء أقولكم هاي وصايا لقمان لولده كأنه يريد يقول لي يا ولدي الدين مو لقلقة لساني وشعارات الدين معرفة وعمل وتطبيق على أرض الواقع هاي الشكل هذا شوفوا أقولكم شيء واحدة من المشاكل اللي وقعوا بيها اليهودي والنصارى وخصوصا اليهود أنه كانوا يهتمون بالشكليات زايد ويتركون المضمون الحقيقي خالفوه والقرآن ذمهم على ذلك وهاي شيء يعني حبهم للشكليات من دون مضمون بدأوا يحاسبون بيها النبي صلى الله عليه وآله يعني هو مخطئ ويحاسب المصيب على إصابته من خلال خطأ المخطئ أنت شايفتش كارثة يعني واحد يمشي صح هو واحد خطأ الخطأ يجي لأبو الصح يقول لها شون تمشي بهذه الطريقة مع أنه هو المفترض كون يصير شنو العكس يعني المصيب يقول للمخطئ أنت ليش تتمشي اليهود يشووها بالعكس ولهذا القرآن الكريم واجههم هاي وين بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق للكعبة المكرمة اليهود قالوا محمد شنون ترك هاي القبلة وراح إلى البيت العتيق وقاموا يثيرون هاي المشكلة بين المسلمين أنه هاي عبادتكم على الكعب على توجهكم البيت المقدس اللي كان يمثل لكم المغرب والنصارى قبلتهم بالنسبة للمسلمين كانت تمثل لهم المشرق دل تفتولي قال لهم هاي كنتوا منتوجهين قبلتنا أيام مكة كلها وقسم من مجيئكم للمدينة بعد هجرتكم من مدينة وكنتم صلون لقبلتنا بيت المقدس هاي كانت صلاتكم البيت المقدس صحيحة يو خطأ إذا كانت صحيحة ليش تركتوها وإذا خطأ إشلون صليتوا كل هاي المدة اتشي اتشي قاموا يثيرون شبهة على المسلمين النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش بأن أمه درجة المعرفة عدها عالية يو دانية عد الأكثرية دانية أكو أقلية درجة معرفتها عالية بس الأكثرية درجة معرفتها شنو دانية فلما تسمع مثل هذه الشبهة يصير عدها مشكلة لو ما يصير عدها مشكلة يقول سؤال أنتو هاي صلاتكم كانت صحيحة إذا صحيحة ليش غيرتوا القبلة كانت خاطئة إذا خاطئة هاي السنين شنو ما صير صلاتكم ورحتوا للكعبة الآن القرآن الكريم من جملة الأجوبة اللي جاوبهم عليها قالهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يا يهود يا نصارى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآت المال وبعدين يقولوا بعادهم إذا عاهدوا وبعدين قالوا الصابرين وبعدين قال كذا اللي يصلون ولينفقون ويساعدون لا لا هاي غيرها لا ولكن البر من آمن هاي غيرها ذيك الآية ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها آية أخرى لا هاي في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية طبعا الآية طويلة تقريبا نصف صفحة في سورة البقرة نصف صفحة تقريبا في سورة البقرة أقرألكم يا هاي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر شوفوا الملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة نفس نصائح لقمان يومون نفس نصائح لقمان ها وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاوى الصادرين في البأساء وعين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالبر بس أباوع مشرق ومغرب من دون إيمان حقيقي لو البر أتوجه للمشرق والمغرب مع إيمان وعمل حقيقيين أنتو يا يهود امتشلبين بالشكليات حاسبون النبي على الشكليات أنتو إيمان حقيقي معدكم ذهي الأخلاق الموجودة معدكم الأنبياء قتلتموهم وغير ذلك من الذنوب والمعاصر اللي ارتكبت بوها إيمان حقيقي معدكم ومتشلبين لمشرق ومغرب مع أن البر هو أن يكون الإنسان مؤمنا بشكل حقيقي ويطبق اللي يعتقد به على أرض الواقع وإذا الإنسان نجح بذن اللي ذكر هنا القرآن في سورة البقرة وبسورة نقمان اللي مجموحين أيها الإخوة سليش أتواجكم أتعبكم مجموحين سجل يمك واحد عقيدة سليمة هناك يقول لا تشرك هنا من آمن بالله رسله كتبه ملائكته عقيدة صحيحة اثنيا خدمة للمجتمع من خلال الإنفاق ومساعدة الناس وكذا والسائلين وذوي القربة والرقاب وإلى آخره ثلاثة شريعة إتيان صلاة إقامة الصلاة وإتيان زكاة وإلى آخره أربع أخلاق فاضلة من خلال الصبر والوفاء بالعهد وغير ذلك اللي ذكرته سورة البقرة وسورة نقمان فصار أربع محاور ذني إذا اجتمعني بإنسان هذا مؤمن حقيقي عقيدة خدمة شريعة أخلاق فاضلة سجل هذه العناوين الأربعة يمك ذني إذا اجتمعني صاحبه يصير بار من الأبرار ولهذا ألفت نظركم أئمتنا عليهم السلام في سورة الإنسان ويطعمون الطعام القرآن شنو قال عنهم كفتولي يطعمون الطعام مساعدة مجتمعي ومساعدة بعد شنو إنا نخاف من ربنا يوما يعني وطبعا لما يخافون من يخافون من ربهم يوما بالنتيجة يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات لأنهم يخافون من الله تعالى جل بعد شنو يوفون بالنذر هنانا يقول موفون بعهدهم إذا عاهد وأئمتنا يوفون بالنذر فالمواصفات الموجودة في سورة البقرة عن الأبرار واللي آخر الآية يقول متقين وصادقين كلها موجودة بأئمتنا في سورة الإنسان ولهذا في سورة الإنسان شنو عبر عن أئمتنا إن الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار وفي سورة البقرة قال ليس البر أن تولوا وجوهك ولكن البر من ناقل إن الأبرار لأن دني كل انطبقوهن يوم ما طبقوهن طبقوهن فإذا سو دراسة بين اللقمان والبقرة والإنسان تطلع بنتائج عظيمة لعله البحث شوية متعب ولكن مفيد بنفس الوقت باوعلي ومن هنا رب العزة علمنا أن ندعوه ونطلب منه أن يميتنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار إن الأبرار يشربون في سورة الإنسان أئمتنا عليه وسلام ليس البر أن تولوا هذا الكلام شنو تجابني إلى الأبوة الصالحة النوع الأول من أنواع الأبوة اللي ذكرها القرآن الكريم واللي يمثلها على سبيل المثال يوسف يعقوب لقمان ابنه تبهلي احنا قلنا الأبوة على نوع واحد وعلى نوعين حسنها يا أبوة أما الأبوة الطالحة أبوة شنو طالحة إذ قال لأبيه وقومه من الذي قال إبراهيم المن قال لأبيه أبو عم المقصود القرآن الكريم العم يسمي شنو أب أما الوالد فيكون الأب الصلبي في ثقافة القرآن الكريم وحسب الظاهر حتى في اللغة العربية ما يشكل يعني أنه الأب في لغة العرب العم يقال له أب بس ما يقال له والد الوالد الأب الصلبي تبهلي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هس هاي الأبوة هنانا وإن كانت أبوة عمومة إذا جاز التعبير بس بالنتيجة القرآن شيء عبر عنها أبوة هاي الأبوة هنانا أبوة العاكف على تمثال يعد من دون الله أبوة صالحة يو طالحة طالحة أبوة طالحة إيه أبوة كفر وشرك ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الأب والأم وإن جاء هداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما تعاملوا ياهم معروف تعاملوا بإحسان برهم بس إطاعة في معصية الله ماكو والله ما أدري يعني ما أعرف واحد شنو يقول هنان شنو يحكي ما أدري هو عندي حكي بس قرآن الكريم يقول إذا لأبو يأمرك بمعصية الله لطيعا زيان إذا أنت تشتغل يا واحد بحزب ويقول لك بوق ويقول لك اسرق ويقول لك شلون الطيعا أبوك لطيعا بمعصية الله مسؤولك الحزب شلون الطيعا يوم مسؤولك بالدائرة شلون الطيعا لما يأمرك بمعصية الله تعالى أبوك لطيعا بمعصية الله مسؤولك بالدائرة شلون الطيعا بمعصية الله ما أعرف ما أدري المقاييس شلون ما أدري مجتمعنا يحتاج يسمع مثل هاي الأمور القرآنية حتى تهزة شوية تخوفها لأن مع الأسف نسبة الباطل قام تزداد وتكبر مع شديد الأسف وتزداد وتكبر مو باتجاه واحد باتجاهات متعددة مع الأسف باتجاهات أخلاقية وسلوكية وإلى آخره وشوية قاعد تزداد ولهذا مجتمعنا يكون يسمع مثل هذه الحقائق القرآنية عسى أن تهزة تخوفها من الله تعالى في الشكل هذا أنا قاري رواية ذلكم خلق السمعوها واحد يجي الإمام من الصادق يقول له جيتك من ابن أبن يعفور وابن أبن يعفور من أصحاب الإمام الصادق ولمعروفين والمهمين يقول له ابن أبن يعفور يسلم عليك يا جعفر ابن محمد فإمام قال له عليك السلام وعلى ابن أبن يعفور السلام يا فلان قل ابن أبن يعفور ما بلغ علي من رسول الله ما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة علش بلغ من النبي ما بلغ أخوه في الدنيا والآخرة نفسه في القرآن الكريم نفسه الرواية في الكافي أنا مسؤول عن كلامه الرواية في الكافي الإمام يقول له على ابن أبي طالب بلغ هاي المنزلة بصدق الحديث وأداء الأمانة الدين الحقيقي هذا الدين الحقيقي هذا ومن أتكلم عن أداء الأمانة زوجتك بالبيت أمانة أولادك أمانة مجتمعك أمانة بلدك أمانة دينك أمانة مو بس مبلغ ما لي أخلي يمك أمانة كل شيء أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا ويقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بلغ علي من رسول الله وبلغ بصدق الحديث وأداء الأمانة تعال طبق لي هاي الحجاية على المجتمع الآن صدق الحديث وأداء الأمانة صدق حديث وأداء أمانة طبق ليها قال الرواية ما بعث الله نبيا أيضا في الكافي ما بعث الله نبيا من الأنبياء من آدم للخاتم إلا وقال إلا وبلغ قومه مضمون الرواية بصدق الحديث وأداء الأمانة كل نبي من الأنبياء كان يجي يقولهم صدق الحديث أداء الأمانة دين هذا أما واحد يلعب عن من هذا الحبل وذاك الحبل وهذا يخادعون الله وما يخدعون لأنفسهم قرآن كم يقولون يضحكون على أنفسهم يخدعون نفسهم لا يخدعوني الخلاصة أيها الأحبة المحطة الأولى ببحث الأبوة في القرآن أن الأبوة على نوعين أبوة صالحة وأبوة طالحة التفتولي شوي الله يزوكم خير باوعوا لي ابقوا ياي زي طبعا القرآن الكريم هل بيّن باتباع الأبوة الصالحة تكون أكو آثار طيبة خصوصا إذا كان الأب يمشي بشكل صحيح وأنا أحترمه وأتبعه لما يمشي على الصراط المستقيم أكو آثار دنيوية أخروية طيبة على ذلك يولا بيّن القرآن يوم ما بيّن وهكذا بالنسبة لاتباع الأبوة الطالحة أكو آثار سيئة تترتب على ذلك يولا على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة هل معاني هاي كلها القرآن أشار لها يوم ما أشار لها نعم أشار لها القرآن أشار لها وين أشار لها أبين بخدمتك بعض المصادق إذا تنتبه لي أبوة صالحة تنصح ابنها بشي حسن والابن يتبعها هذا إلى آثار طيبة على مستوى الدنيا والآخرة يوم ما إله الجواب نعم إله شنو سجل يمك واحد الحياة السعيدة كأثر من الآثار الطيبة شنو قل لي شنو الدليل عليها بالقرآن الكريم شعيب عليه السلام لما قال للموسى أريد أن شنو أمكحك إحدى ابنتي هاتين البنية قبلت باختيار والدها يوم ما قبلت ها قبلت لما قبلت بكلمة أبيها الصحيحة اللي في مكانها طبعا أبوها ما جبرها على ذلك أبوها قالها أنت قلت عن موسى أنه شنو قوي أمين وكل ما فيه حسن فابنتي أنا هم عنصحك بشنو بالزواج منه البنية قبلت على ذلك برضاها هم قبلت لما قبلت بمختاره أبوها لها وهو كان مناسب لها حياتها مع موسى كانت طيبة يوم ما كانت طيبة ليش ما تجاوبي كانت طيبة نعم فإذن اتباع الآباء في المجال الحسن أثر من آثاره على مستوى عالم الدنيا يولد حياة شنو طيبة شعيدة وهذا مصداقة من القرآن الكريم انتبه لي اثنين الأمر الثاني في ثقافة القرآن الكريم غفران الذنوب والآثام شلون غفران الذنوب والآثام الأولاد أكو أولاد في ثقافة القرآن الكريم أذنبوا ورادوا يتوبون إل من لجأوا لأبيهم ماذا قالوا له استغفر لنا ذنوبنا الوالد شنو سوى استغفر لهم شنو صار الله غفر لهم فهنانا اللجوء للأب الصالح واتباعه في المكان الصحيح شنو ولد غفران ذنب هناك شنو ولد حياة سعيدة سجل يمك شي ثالث دباوع لي سجل يمك شي ثالث الفرج القريب الفرج القريب شلون أكون بي اسمه إبراهيم قل للإبنة اللي اسمه إسماعيل قل لأنا في سورة الصافات أنا شفت في المنام أنه أنا شنو أذبحك وابني أنا كون أذبحك لأن منام النبي وحي مو مثل منامي أنا لعله أضغاث أحلام الشيطان داخل على الخاط وهسأل الآن هل إلى آخره اللي ماذا تكلم ينام وشاف طيف الإمام هتشي قال لي ومعرف ذاك هذا وبعضه مش فتحت شي أصلا بعضا دعاءات وأنا صرت ما أدري شنو للإمام وأنا صرت ما أعرف إيش ومع الأسف هناك من يصدق ويصفق وإلى الله المشتكى رؤيا النبي رؤيا النبي وحي الشيطان ما يدخل على خط النبي زي الولد لما أبو قال لي أردد بحك سلم لله تعالى قال لستجدني إن شاء الله صادرا افعل ما تؤمر ستجدونه إن شاء الله افعل ما تؤمر لما سلم لوالده ووالده كان على صواب واتبع والده وقبل بكلام والده هذا شنو أثمر الفرج القريب وفديناه فلما رب العز قال فديناه يعني نزل الفرج يوم ما نزل إن مع العسري فصار باتباع الأب الصالح بس على مستوى عالم الدنيا أكو آثار طيبة يوم ما أكو آثار طيبة طبعا اتباعه في المكان الصحيح أكو آثار طيبة يوم ما أكو هاي على الأقل الآن ثلاث آثار طيبة بيّنها القرآن الكريم هاي على الأقل أقول بيّنها القرآن الكريم حياة سعيدة فرج قريب ها أحسنتم غفران ذنوب في على الأقل على نحو المثال أما على مستوى الآخرة ألحقنا بهم ذريتهم يعبر القرآن الكريم يعني إذا كان الأب مستوى الإيماني المعرفي أعلى مني أمن الإبن والإبن ماشي على خط والده ولكن إيمانه شوية شنو أقل من والده القرآن الكريم يقول كرام الوالد وإيمانه ألحقنا بهم فهنا الأثر صار أخروي أو مو أخروي أخروي فإذن باتباع الأب الصالح في المكان الصحيح أكو آثار طيبة جنيوية وآثار طيبة شنو؟ أخروية عافون الشباب خط آباء صراط مستقيم يوم صراط مستقيم المشع ليه هداية الهداية تولد آثار على مستوى الدنيا والآكرة بيّنت منا بعضها ومناك بعضها أي نعم أما اتباع الأب الطالح هنبي آثار بس سيئة على مستوى الدنيا ظلال وعلى مستوى الآخر عذاب إنا وجدنا آباءنا على أمة طبعا على أمة الشرك والكفر والظلال وإنا على آثارهم شنو؟ مهتدون أو كذا سمضمون الآية أما صدق مهتدون لما اتبعوا أمة الشرك اللي شكل آباءهم يو كانوا منحرفين مو مهتدين منحرفين فاتباع الآباء والأجداد بمكان الخاطئ على مستوى الدنيا ظلال وعلى مستوى الآخرة عذاب وهذه مسائل مهمة ذكرتها بخدمة الأحبة تنفعنا في حياتنا يعني ما قاعد أتكلم عن فالشيء مو عملي ما ينفعنا ما بي فائدة عملية إنا على أرض الواقع قاعد أتكلم عن أمور تنفعنا في حياتنا اليومية أنت كشاب والدك لما مؤمن وينصحك بشيء صحيح تبعا اقبل منه لا تعانده اخدح شايته هاي بيها آثار طيبة على مستوى الدنيا والآخرة أجبت لكم بعض الأمثلة القرآنية على ذلك طبعا مثل قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه اللي اليوم يوم أم السيدة أم البنين والد كان أمير المؤمنين واتبع والده فهذا الشيء يرتب آثار على قمر العشيرة في الدنيا والآخرة والده باب مدينة العلم وهو اتبع والده بكل صغيرة وكبيرة حصلا كان لوالده كظله ومن بعد والده اتبع أخاه الحسن وهكذا الحسين وكان لهما كظلهما فشيكون قمر العشيرة يكون نافذ البصيرة كما قال عنه جعفر الصادق الإمام المعصوم عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان آثر وأبلى كما يقول الإمام نعم الأخ المواسي لأخي شون كلمة هاي الأخ المواسي شون كلمة معصوم يقولها والأخ المواسي لأخيه معصوم يقولها والأخ المواسي لأخيه لو المعصوم يقول عن العباس فبذلت غاية المجهود كل شيء تقدر عليها كل شيء تقدر تسويه أنت شنو سويتهم ما قصرت ولا بشيء يعني استنفدت كل طاقتك لخدمة الحسين عليه السلام شنو من أم شنو من أب شنو من ولد شنو من بيت طاهر ولهذا قمر العشيرة بهالعظمة هذه لما يوم من الأيام الكربلائية عمر بن سعد كان يباوع إلى قلة معسكر الحسين وكثرة معسكره يقول للإبن ذي جوشن يقول له شوف قلة معسكر الحسين وكثرة معسكرنا والله لو شئنا لسحقناهم بسنابك خيولنا هجم وحدة نقتلهم شمر ابن ذي جوشن قال له عمر بن سعد أنا خايف من واحد في جيش الحسين هذا الحسين إذا أنطال إذن بقتالك ما يبقى منك باقية قال له من تعني قال العباس ابن أمير المؤمنين هذا ابن أبيه مجرب هذا معروف العباس قال له ما الحيلة اعرض عليه كذا وكذا منصب كذائي إلى آخره بل كتالله قال العباس مو من هالنوع قال له اعرض شخص ران اجي الشمر فوقف بأزائم عسكر الحسين وصاح أين ابن أختنا العباس وإخوته من حيث الأم ينتسب العباس كان قاعد بباب الخيمة والحسين أمامه ما يتفارقون دول الثنين فأطرق برأسه خجلا من الحسين أن هذا الخبيث ينتسب له استحى من سيد الشهداء فدنق رأسه صاح مرة ثانية ثالثة العباس ما يجاوب الحسين انتفت للعباس قال أبا الفضل أجيبوه وإن كان فاسقة جاوبه يا ابن ذي الجوشا ما حتى اسمه ما جاب احتقارا إلى ما تريد يا ابن ذي الجوشا قال يا ابن أختي يا أبا الفضل أنا خاف عليك احنا سبعين ألف سبعين وأنا خاف عليك وخاتيت عليك عمر بن سعد وعمر بن سعد أطاك كذا وكذا بالجيش إذا تجوا يانا تجيب أخوتك العباس في حالة لما يغضب أكو عرق ينبط بجبهته يطلع أكو عرق يطلع بجبهته معروف فنبط العرق الهاشمي تعبرون عنه العرق الهاشمي في جبهته بالفضل طلع بقصته وقال له ويلي عليك يا ابن ذي الجوشا أتؤمنني وابن رسول الله لا أمان لك حسين ما إلى أمان ولا إلى أمان بنات رسول الله بلا أمان وأنا إلي أمان بعدين قال له لو كان عندي إذن من إمامي الحسين ما ترجع وراسك على جسمك ترجع سيدك عمر بن سعد بلا راس ولكن إذن من إمامي ما عندي تنقل ورد تنقوى شمري يقول له رئاسة سلطنة جان خير نفسك اشتهوى قال لهم ملوكية الدنيا تروح لسمح ضيدة للفدوة قال لهم ملوكية الدنيا تروح لسمح ضيدة للفدوة أنا الدنيا دون حسين عندك لش ما تسوى يا نفس من بعد الحسين هوني بعض يا يابتنك قالوا ردتنك وأي رئاسة سلطنة جان جاء نخير نفسك اشتهوى قال لهم ملوكية الدنيا تروح لسمح ضيدة للفدوة ولك شمران الدنيا دون حسين عندك لش ما تسوى هنا شنو صار زينب وصل الخبر أن شمر دز على العباس دزت على الحسين قالت لها أبا عبد الله قالت لها نعم قالت لها سمعت هذا الخبيث داز على أخوي واخوتي قالت لها نعم قالت لها شنو صار قالها أنا قلت لها روح للعباس قالت لها شون قلت لها روح هذا خافهم سوي كمين للعباس يريد يغدر به خوية ترى هذا الجيش كله مبتعد عنه خوفا من قمر العشيرة شنو نخليها يروح قالت يتخافين على العباس شمر يغدر بالعباس والعباس في هالسهولة هذه ينطي روحها لتخافين عليها يرجع إن شاء الله قالت لها أبا عبد الله قالت لها نعم قالت لها ترى قلبي قامي وجعني أطلب منك طلب وأنت إمامي وأنا تمر بأمرك بس طلب من أختك زينا قالها قولي قالت للقي لك نظرة عليها شوية شو تأخر خايفة أنا قالها ما يخالف ولا يهمك أهم شي لتأذين أنا رايح أشوف طلع الحسيني مشى شاف العباس راجح هو وأخوته فاستقبل الحسين قال لها سيدي أبا عبد الله ليش أذيت نفسك وإجيت أنا جايد خدمتك أشرح لك قال له والله يا أبا الفضل زينب أنا لشنت منتظرك بس زينب خاي فدزت وخل نرجع أنا وياك خشوفك ترتاح إجأ الحسين والعباس زينب تباوع من باب الخهمة شافة الحسين والعباس يعني تمشون ويسولفون هم ويمشون صاحت ألف مرحبة بذال المجبلين يا يوم المجبلين عباس هذا وذاك الحسين يا يوم الحسين 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 يحامون عن خدر النساوي النساوي من أبني أني جتني كرد الأبني هذا يوم يا عيوني الحسين رجع هو والعباس وأكو موقف آخر الحسين رجع وحده والله رجع وحده الحسين والله كتب التاريخ تقول مو أردبت شيك لا والله تقول رجع الحسين يكفكف دموعه بكمه الكم يعني هذا طرف الثوب يمسح دموعه بردانة يعني حتى زينب لشوف دموعه هالشكل هذا ورجع محدودة بالظهر ويتكئ على سيفه أنا كل سنة بيوم العباس والمؤمنون ليلة السابع كلهم يتابعون مجلسي يدرون ليلة السابع أنا عندي ليلة خاصة كل سنة أقول هاي الحتاية بليلة السابع أقول أكو كلمة بمصرع العباس يذكرها المؤرخون والله لو كنا نعرف الكلام ونفهم الكلام ونفقه الكلام والله نكتفي بها عن مصرع العباس أقسم بالله وأنا طبيعتي ما أحب أقسم على المنبر ولكن بصدق أقول لك لو كنت أنا أثقه الكلام وأعرف معناه بس هاي أقولها وأنزلها والمؤمنون يبكون لساعة كاملة تقول كتب التاريخ لما قتل العباس لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين لو كنا نعرف الكلام ليلة العباس بس هاي نحشيها ونبكي لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين فتوقع شنو صار والأعظم من هذه رجع إلى الخيام وهو يقول واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل هنا أنا أقولكم أحشاية الحسين هو يحب بنياته بنياته هو يحب بني الحسين يوم العاشر قبل لا يروح يقاتل قال للزينب أكح شاية بقلبي قبل لا أمشكون أقول لش بيها ما لدي تبقى بقلبي وأقتل قالت له شنو أبا عبد الله قال هالنسوان كلها ودعتني إلا سكينة وأنا هاي باقي بقلبي ليش ما ودعتني قالت له لا طاقة لها على وداعك ضمت روحها ما تريد ودعك قالها بس أنا ما أقدر أقاتل إلا ودعها وأقبلها وأشمها بتي هاي سكينة هاي قالت له تعالوا يا يا أبا عبد الله خليك تودعها جابها الحسين أجي حب بناتها الحسين جابها ودخل من الخيمة شافت جابها بداية جابها بزاوية يا سكينة فعلني منك البكاء ذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعي عزرة ما دام مني الروح في جثماني فاذا قتلت فانت اولى بالذي تبكينه يا خيرة النسواني. عادية اش قلت له? قلت له قول لا تخفي علي. هادي راحتك يو بعد جهي. يقولي انشان رايحا. اتذني وياك عنك ما قدر اصدر. الحسين انا ليش جبت هاي بحشاة يباوعني. انا جبتها الحسين رجع عبدالعباس بس انا جبتها بتعمد هاي. الحسين مع تفاعله يا بنياته بهالشكل. لما رجع من العباس اول من استقبل سكينة طلعت من الخامة. شافت ابوها يبجع جبوعة. ويتكأ على سيفة ما يقدر يبشي بلا سيفة يخلي سيفة علقاء ويمشي. قلت لابويا حسين اين عمي العباس؟ ما جاوب. سكينة هات الحسين وما يجاوب هاي مصايرة. هاي مصايرة. اتلقتها تبسي سكينة تقل لعمي العباس؟ ما جاوب. بحيث سكينة عجبت. رجعت العمتها زينب. قلت لها عم ابويا وضع مو طبيعي. ليش؟ قلت لها احاتي ما يجاوبني. ابويا ما يجاوبني. شنون ما يجاوب يا اول؟ زينب قلت لانتظري خلي انا حاتي. اجت زينب. اتقل لها ايشو جيتني وحدك يا حسين. ابن والدي حام الضعن وين. ما جاوبها. ما جاوب. زينب قلت لها ابا عبد الله اخته كان زينب. ما جاوب. ولا باوع ولا باوع السكينة. ولا حاتها. سوى راح الخيمة العباس فاسقط عمود الخيمة. يقل لها يا زينب راح اخونا. راح اخونا راح ان كان بيريحة امونه. وبقية توحيد يم الخدر دونه. وبعد عينه منه الخدر يصونه. بيت الدعاء. رد من النهر والقامة محنية. ينعى والسمة حن النواعية. يا عبا يا يا عاش يا اخو يا قطعت بي. ما تنسد يا اخو يا فيتك علي. قصب صيوان عباس وقشح في. وجل زينب وجمعك العلاوية. وقاله النصبان العباس دعزية. عمودة.